اطلاق الوعود ثم التنصر منها واختلاق الحجج والأعذار بات ديداً الحكومات المتعاقبة في العراق فمن وعود الحرية والديمقراطية مروراً بوعود الإعمار والازدهار ثم بإصلاح منظومة الكهرباء وتحسين الخدمات والاستقرار الأمني وهلما جراً وعود تكررت مراراً لكن لم تجد لها سبيلاً إلى أرض الواقع وبعد الانهيار الاقتصادي الذي صنعه للفساد والسياسات المتخبطة تأتي تصريحات رئيس الوزراء الحالي لتكمل سلسلة النكوس الحكومي حيث أكد الكاظمي أن اقتصاد البلد وصل إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري ولهذا فمن المستحيل تطبيق الخطة الاقتصادية في وقت قصير تصريحات الكاظمي جاءت في سياق حديثه عن بدء ما سماها عملية الإصلاح الاقتصادي على الرغم من مرور أكثر من عام على استلام منصبه وإطلاقه للورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي لتفضح تصريحاته الجديدة سياسة الفرقعة الإعلامية التي انتهجها ولم تصمد أمام الواقع المتداهور الذي يعيشه العراق تراكم الأزمات الاقتصادية والأمنية فضلاً عن تفشي وباء كورونا وأخيراً خفض قيمة الدينار أمام الدولار القت بظلالها على القدرة الشرائية للمواطن العراقي ففي سوق الشرجة وسط بغداد لا تخطئ العين انخفاض حركة التسوق في أضخم وأقدم منطقة تجارية في العراق أصحاب المحال التجارية في السوق أكدوا أنهم يمرون بأزمة كبيرة إذ هبطت نسبة التبضع خلال الشهرين الماضيين إلى ثمانية بالمئة وحتى تجار المحافظات الذين كانوا يتبضعون من السوق تراجعت إمكانياتهم وقل حضورهم أما الباعة المتجولون فهم الضحية الأكبر فقد طالهم ذات الكساد والتدهور لتحكم الأزمة الاقتصادية طوق الأزمات الأمنية والصحية التي تخنق الشعب العراقي كنتيجة منتظرة للفشل السياسي الذي ترك أثاره المدمرة على كل مياد للحياة في البلاد ترجمة نانسي قنقر